الرئيس هادي غير مرغوب به يقول وزير الداخلية أحمد الميسري لكن من هي الجهة التي لا ترغب بهادي ليس اليمنيين بالطبع بل الإمارات الدولة التي أتت لليمن بهدف السعادة الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي فالإمارات في تصريحات الميسري لإذاعة فرنسا الدولية تمنع الرئيس هادي من العودة لعدن في سابقة خطيرة لم تحدث بين الدول حيث تمنع دولة رئيس دولة أخرى من دخول بلده يصف الميسري الخلاف بين الرئيس هادي وسلطات أبوظبي بالخلاف الحاد لكن الأخطر أن هذا الخلاف مع الإمارات يؤثر سلبا وفق الميسري على المعركة الرئيسية ضد الانقلاب ليست وحدها إدارة جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي من تتأثر سلبا من منع هادي دخول بلده فغياب هادي يسبب بحسب الوزير الكثير من الإرباك للحكومة كما أن الجهات المخولة بمكافحة الإرهاب والتي تتلقى مهامها من التحالف جهات غير مدربة اليمن لن ترك على أحد تاتي تصريحات الميسري بعد اتهام الإمارات من قبل وزير النقل صالح الجبواني ببناء جيوش مناطقية ومطالبة مستشار الرئيس الجمهورية عبد العزيز جباري بإعادة تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف لكن ماذا عن السعودية؟ يقول الميسري إنها تقوم بدور تلطيف الأجواء إلا أن المواشرات السياسية والوقائع الميدانية تشير إلى أن الرياض تقدم الغطاء السياسي والاقتصادي لما تقوم به الإمارات منع هادي من دخول اليمن من قبل أبو ظبي والإقامة الجبرية عليه من قبل الرياض أدوار متكاملة بين السعودية والإمارات بنظر مراقبين لكن اليمنيين لا يزالون ينتظرون إجابات عملية وواضحة عن أسباب صمت رئيسهم مما يحدث له ولهم وعن خياراته لحماية وحدة اليمن وسيادته شكرا للمشاهدة